بعد ما وصل سلام لحد السد قابل مجموعة فرسان معهم مرزبة وهكولوا ان هم الحرس بتوع السد بتاع يجوج ومجوج ايه بقى قصة الناس دي اللي عارفوا الترجمان بعدها ان دول الحماب بتوع السد وبيطلعوا كل يوم اتنين وخميس والقايد بتاعهم بيكون شهاية للمرزبة اللي حكيتلك عليها وبيبدعوا ان هم يضربوا ع الباب وتحديدا بيضربوا كمان ع القفل بيضربوا ثلاث مرات في اليوم مرة الصبح وبعد ما بيضربوا بيسمعوا صوت هوجة وزعيق وصريخ من الناحية التانية ومرة تانية عالضهر ومرة تالتة عالعصر وكل مرة الهوجة والصوت اللي هم بيسمعوه من الناحية التانية بيزيد وقالوا احنا بنعمل كده عشان سببين السبب الاول عشان نعرف الناس الموجودين من الناحية التانية اللي هم يجوج ومجوج ان فيه حما وقفين مستنينكوا بره لو انتوا فكرتوا اطلعوا والسبب التاني عشان نتأكد من البيب لسه سليم والقفل لسه سليم ودي مهمتنا اللي احنا عايشين عشانها وبرضه لما سألهم اكتشف ان هم برضه ما يعرفوش مين امير المؤمنين ولا يعرفوا العراق وكانهم معزولين على العالم زي القوم اللي قابلهم اللي حكيت لك عليهم في الحلقة اللي فات ترجمان بعدها سألهم فيه اي خوف على الباب او الباب انتوا لاحظتوا فيه اي شاء فاخدوه لحد ما ودوا عند مكان شاء يقال ان هو كان برفع الخير فسألهم طب انتوا خايفين ان يحصل حاجة قالوا لا لان العرض التاع الباب 11 درع كاملين سمكة عظيم جدا يصعب اختراقه فرح سلام بطلع سكينة من جيبه ومع منديل وبدأ ان هو يحفر جوه البوابة لحد ما نزل براضة بحجم نص درهم حطاه في المنديل عشان يوريها الامير المؤمنين لما يرجع له ولما بص بعينه فوق على الباب اليمين لقى مكتوب القاتي فاذا جاء وعده ربي يجعله دكاء وكان وعده ربي حقا لطبع من صورة الكهفة الآية 98 ترجمان الفضول انتابه وفكر بعدها طب ايه شكل ياجوج ومجوج فبدأ يسأل السكان اللي كانوا موجودين في المنطقة ديت وقال لهم انتشوفتوا قبل كده حد من ياجوج ومجوج قالوا اه فيه في مرة مجموعة منهم قدرت انها تتسلق الجبل وطلعوا وقفوا فوق ومجرد ما احنا شفناهم جاءت ريح لونها اسود وشالتهم ورميتهم تاني لورا الجبل او وورا السد ومن بعدها احنا بشوفناش حد تاني سلام جمع الناس اللي معاه وبدأ يتخرج عشان رحلة العودة خد بالك ان رحلة الزهاب استمرت لحوالي 16 شهر يعني حوالي سنة ونص ورحلة الرجوع استمرت 12 شهر كان رايح معاه 50 راجل ما تبقاش منهم غر 14 بس كان رايح معاه 200 بغل ما تبقاش منهم غر 23 بس قصة دي تخد بالك انها كانت مرجعية كبيرة لناس كتير من جغرافيين العرب منهم الإدريسي اللي حط الخريطة بتاعت العالم وحط كمان على الخريطة المكان بتعرض بتاعي أجوج ومأجوج نحايا ازاكد على حاجة ان السد اللي بيننا وبيني أجوج ومأجوج واقف على كلمة واحدة بس هيقولها القايد بتاحهم لان هما كل يوم بيبطلوا ان هما يحفوروا في السد ولما يشوفوا النور بتاع النهار يقول لهم احنا هنرجع بكرة ونكمل ونعد السد ولما بييجي اليوم اللي بعده بيلاقوا ان السد رجع أقوى من الأول كمان لحد ما في يوم ربنا هييلهم القايد بتاحهم ده وبدل ما يقولوهم ان احنا بكرا نيجي نكمل يقولوهم ان شاء الله وبمجرد ما ييجي حيلاقوا السد زي ما سابوه في اليوم القابلي وهيقدروا ان هم يعدوه ويطلعوا بقى يعيسوا في الارض فسادا وديها طبعا من علامات الايامة الكبرى تستشيش طبعا المتابعة واللايك عشان ما يفوتك شيئا حاجة ما هنزلها كان معكم احمود الزايد سلام